بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم، المطر تكلمنا احنا قبل كده عن المطر في حلقة كده عن الاعجاز العالمي وخبر العلمي في تكوين المطر لو نفتكرين لنشاهك meng bulgar ارجع ارنوا where in its description ومما ان الجاو مطر فانا جاي النهاردة نتكلم عن الاعجاز العلمي بردو في تكوين المطر بس مش بين القرآن بالعلم بس لأ بين الكتاب المقدس والعلم ايه ده؟ يعني فيه اعجاز العلم اكون في الكتاب المقدس احسان وانتم بتتكلم عن المطر كمان فيه بتذكر المعلومة كمان ما احنا هنشوف بقى يا بي احنا هنشوف حد قالك ان احنا عملنا برنامج العلم والفاتيكان خليك معايا كده وهنشوف الموضوع ده ان شاء الله انا حسان مصطفى وده برنامج تحاليل من قناة الدول الاسلامي شوف يا سيدي في عموس الاصحاح تسعة النص رقم ستة بيقول الذي بنى في السماء على ليه واسس على الارض قبته الذي يدعو مياه البحر ويصبها على وجه الارض يهوى اسمه وفي نص تاني برضو في نفس الموضوع ده في سفر ايوب ستة وتراتين بيقول لانه يجذب قطار الماء تسح مطرا من ضبابها الذي تهطله الصحب وتقتره عن اناس كثيرين كويس جدا حنا قالك بقى اهو ده اعجاز علمي واضح ومش محتاج اي حاجة النص الاول بيقول ان مياه البحر بتصب في الارض يعني هو خبر علمي عن تبخر مياه البحر وبعدين نزولها من السحاب وتصب في الارض وطبعا دي معلومة ما كانش حد عارف خالص ساعتها في الزمن اللي الكتب فيه يعني المعلومة دي وانا عشان نرد خلينا نفهم كام نقطة كده مستصدك الخبر العلمي علشان يبقى خبر علمي وعجاز علمي لازم يبقى ضاقيك بمعنى يعني انه لما يقول المياه بتتبخر يا اما يقول بالتبخر ويسيبها كده على العموم يا اما يقول المصدر اللي بتتبخر منه طيب ايه بقى المشكلة هقول لك ان المشكلة هنا ان هو الف النص الاول عموس ان المياه بتصعد من البحار وتصب هل علميا ده بيحصل المياه بتتبخر من البحار والانهار والمحيطات وكل المسطحات المائية مش بس البحار لكن هنا هو قال ايه قال البحار بس فهنا نفهم ان ده خطأ علمي مش ايحجاز علمي ثانيا بقى صديقي ان معلومة تبخر الماء وتكون السحاب ونزول المطر دي معلومة معروفة من زمان جدا من القرن السابع قبل الميلاد وهنلاقيها موجودة في كتابات طاليس نفسه بل هو زائد انه زي ما قلنا خطأ علمي هو اقتباس من ثقافة قديمة معروفة عندها المعلومة دي وعشان كده في الحلقة لما تكلمنا عن اعجاز العلم في القرآن عن تكوين المطر ما تكلمناش بس عن فكرة التبخر وكلمنا عن حاجات كتير جدا نبقى ارجع واشوفها تالت حاجة بقى يا رايس ان اصلا ده مش تبخر دي معلومة علمية قديمة اسمها سقوط قطرات الماء بمعنى ان في القديم كانوا معتقدين كده حاجة ان المية بتطلع لفوق وتنزل تاني على شكل مطر مش بتتبخر هتقول لي ايوة يا حس ايه الفرق يعني مهي بسيطة ماشي الدنيا عشان نمشي هالك هقول لك لا يا صديق التبخر ده بيبقى بفعل الحرارة ناتجة عن الشمس لكن السعود ده اللي هو المية بتطلع لفوق وتنزل تاني دي كانت فكرة سيدة وده فرق كبير جدا فهنا النص بتكلم عن صعود قطرات الماء مش تبخر المياه طب ليه بنقول كده انا اقصد ليه يعني بنقول ان النص هنا بيتكلم عن الصعود مش التبخر عشان يا سيدي لو قرنا النص هنلاقيه هو اللي بيقول كده بيتكلم عن البحر زي ما قلنا مش كل المسطحات المائية دي اول حاجة ودي نفس النظرية القديمة ان مياه البحر بس هي اللي بتصعد ثانيا ان النص ايوب بتكلم عن قطار المياه مش تبخر المياه ودي برضو نفس الفكرة ان صعود قطرات الماء مش التبخر اللي معروف علمهم دلوقتي. وعلى فكرة مش انا بس اللي بقول الكلام ده ان ده خطأ علمي وبحاول اصطاد الاخطاء وخلاص. انا اعاوز اقول لك ان الكلام ده من كتب من النصارى نفسهم. اشهرهم كتاب اتكلم عن الموضوع ده تحديدا وقال ان الكلام ده مش بس مش اعجاز علمي بل هو خطأ علمي واضح كمان. وبيقول ان حسب النص هنا فالرب في هذا النص يجذب الماء التي فوق كبة السماء لينزل مطرا. وتلك قراءة علمية لظاهرة المطر كانت شائع عند الشرق الادنى القديم حيث اصل قطرات المطر انهار سماوية او محيط سماوي. يعني مفيش اعجاز علمي ولا حاجة. ده خطأ علمي مقتبس كمان من الحضرات القديمة. في الناحية التانية بقى خالص هل لا ان القرآن يتكلم عن نفس الموضوع ده. اللي هو تكوين السحاب يعني ده بقاية واحدة جدا مختصرة جدا وفيها معلومة دقيقة جدا. ربنا عزوجل قال وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسكينا يقوموه وما انتم له بخازنين. هنا هنلاقي لو تراحز يعني معايا زي ما أنا لاحزت كده. ان الاية بتقول وارسلنا الرياح لواقح وبعد على طول جاب الفاء اللي هي بتدل على نتيجة حدوث الشيء. وقال فانزلنا من السماء ماء. اللي هو المطر يعني. يعني تلقيح الرياح هو اللي ان تكتب بعد كده تكوين السحاب وانزل الماء. وده اللي هنلاقيه علميا ان الرياح بتحمل المياه للاعلى في عملية التبخر وبالتالي بينزل المطر بعدها. وهو ده معنى قوله تعالى وارسلنا الرياح لواقح. لان اللقاح اي الحامل او الحامل. ولواقح يعني حوامل او حامل. لا مش حوامل. حامل. فهنلاقي هنا ان ده بالزبط اللي بيقول العلم الحديث. ان الرياح حوامل للمياه لأعلى فاتكون السحاب فينزل المطر. على فكرة بس انا عاوز اقول لك ان ده مش تفسيري ولا حتى تفسير جديد. عشان بس يعني لو نجيب تفسير جديد ونوافق بالعلم الحديث ونقول ده يا جهاز علمي لا ده هنلاقي تفسير كتير من المفسرين القدامى قبل العلم الحديث. زي مسلا اشهره من الامام الطوري اللي تكلم عن الموضوع ده. وقال واختلف اهل العربية في وجه وصف الرياح باللقح. وانما هي ملقحة لا لقحة. وذلك انها تلقح السحاب والشجر وانما توصف باللقح الملقوحة للملقح. وبعد معرض الاراء يعني دي وتكلم شوية قال والصواب من القول في ذلك عندي ان الرياح لواقح كما وصفها به جل ثناؤه من صفتها وان كانت قد تلقح السحاب والاشجار فهي لقحة ملقحة. فهو هنا بيقول ان الرياح لواقح يعني فعلا حاملة لمياه وهي اللي بتكون السحاب. تفسير قديم وقبل الاعجاز العلمي وقبل الخبر العلمي نفسه عن التكون السحاب اصلي. هنا بقى نقول ان ده اعجاز علمي واضح مفروح غباره وتفسير قديم والنص واضح واللغة صح والخبر العلمي صح. فيش اي مشكلة. كده انت خدت بالك من الفرق الكبير جدا بين ادعاء الاعجاز العلمي وبين الاعجاز العلمي الحقيقي. مساء الاخير بقى في موضوع الاعجاز العلمي في الكتر المقدس ده هنلاقي كده في صفر ايوب برضو اللي صح رقم تمانية وعشرين ياسيدي بيقول ايه? بيقول ليجعل للريح وزنا ويعاير المياه بمقياسه. هنا بعض المنصرين قالك ان ده خبر علمي واعجاز علمي لان الكتاب المقدس ذكر هنا ان الرياح لها وزن. ودي معلومة علمية قالت في زمن ما كانتش يعرف المعلومة دي خالص ولا يعرف ان الرياح لها وزن. انا صاحب على الموضوع ده ايه. الصراحة انا مش عارف ارد على الكلام ده بايه? يعني طول عمر الانسان من زمان جدا لما يجي عليه الرياح شديدة بيحس انها بتعمل ضغط جامد سواء عليه او على خيمة مثلا او على حاجة بتتأثر في الرياح. فايه الخبر العلمي السابق العلمي اللي حصل هنا? انا مش عارف. بس كده ده يعني. لولا الثقة للرياح دي ومعرفة الناس بمعلومة ان الرياح تقيلة. ما كانش من زمان جدا الناس مش بالمركب اللي هي بها شراع كبير كده علشان الرياح تحركها. ولا كانوا غرسوا الخيام في الارض لان كده كده مش هتطير ما هو مفيش وزن بقى ولا ضغط للرياح اصلا. فهنا نقول يا صديقي ان فعلا ده مش خبر عدم ارا حاجة. ولا لي علاقة خالص بالعجاز العميل. هنلاقي بقى في الناحية التانية ناحية الحق ان ربنا عز وجل تكلم في القرآن وقال وهو الذي يرسل الرياح بشرون بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء. هنا دي اشارة واضحة جدا ان الرياح مش بس لها وزن. بل لها وزن وضغط جديد جدا لدرجة انها بتحرك السحاب الثقال. وعلى فكرة كلمة السحاب الثقال دي لوحدها اصلا موضوع وعجاز علمي واضح جدا نتكلمنا في من كم شهر كده في حلقة مخصوصة هي ياريت ترجع لها وهتلاقي برضو في الديسكريبشن. وبرضو مش بقولك ان ده اعجاز علمي سريحة. لكن على الاقل نقدر نقول ان ده خبر او اشارة علمية لوزن الرياح وتأثيرها على السحاب بشكل مباشر. ولا ايه? تالي كان الموضوع وضح. وضح جدا ان ما فيش اي خبر ولا سابق علمي في الكتاب المقدس. وفي نفس الوقت وضح ان في ناحية الحق في اخبار علمية واجازات علمية كتير جدا. بالفضل الله في القرآن. ذلك الكتاب لا ريبة فيه هدى للمتقين. بس يا سيدي دي كده حلقة النهاردة. انا عارف انت مزهقتش مني وعارف ان انا مطولتش عليك بس معلش تحمل. اسبوع اشتركوا في القناة